بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام لقد جاءنا عبر موقعنا أحلام دوت نت السؤال الآتي لقد حلمت بملابس الأطفال في المنام علما بأني عزباء أخت الكريمة لهذا الحلم عدة تفسيرات هل غسلت ملابس أم رأيت أنك تقوم بشراء ملابس أم غيرها السؤال غير واضح فلهذا وددت أن أنشر جميع التفاسير المتعلقة بهذا الحلم فإذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بغسيل ملابس الأطفال المتسخة فهذه الرؤية تدل على وجود بعض المشكلات والصعاب في حياتها ولكن هذه الصعاب سوف تنتهي وسوف تتحسن أحوالها بإذن الله تعالى وأما إذا رأيت أيتها العزباء أنك تقوم بشراء ملابس أطفال جديدة فهذه الرؤية تدل على الخير وعلى أنك سوف تتزوجين قريبا من شاب على خلق والله تعالى أعلم وأما إذا رأت العزباء أنها تقوم بشراء ملابس أطفال بيضاء اللون فهذه الرؤية تدل على أنها سوف تقع في حب شاب وسوف يبادلها بنفس الشعور والله تعالى أعلم ورؤية الفتاة العزباء في المنام لثياب الأطفال وكانت تقوم بشرائها دلت هذه الرؤية على قرب موعد خطبتها والله تعالى أعلم ورؤية البنت العزباء تحيك ملابس أطفال في المنام فهذه الرؤية تدل على أن هناك أمنية تتمناها وتدعو الله عز وجل أن تتحقق من فترة بعيدة وسوف يرزقها الله عز وجل بهذه الأمنية ورؤية البنت العزباء أنها تلبس الأطفال ملابس ملائمة لهم تدل على الخير الوفير الذي سوف يأتي إليها من حيث لا تحتسب ومن رأت أطفالا بالطريق وحملتهم بين يديها فتشير هذه الرؤية إلى أنها سوف ترزق بزوج صالح ومن رأت في منامها أنها تقوم بشراء ثياب أطفال وكانت صاحبة أعمال خاصة بها دل هذا الحلم على أنها ستحقق العديد من النجاحات في عملها وأما إذا رأت العزباء أنها تقوم بغسل ثياب أطفال وكانت في الحقيقة تحمل بعض الهموم فدلت هذه الرؤية على أن تلك الهموم سوف تزول بإذن الله تعالى وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وشكرا لكم على المتابعة